يا اهلا بالكباتن هنتكلم النهاردة عن فيلم الرومانسية الفيلم الكوري لكن قبل ما نبدأ صلي على حبيبك النبي ولو انت لسه جديد معنا بتنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية بيبدأ فيلمنا ببطلتنا ران اللي هي عمصص الدماء وعندها خمسمائة سنة بس بتكون طيبة مش بتحاول تقزي حد ولما بتلاقي الدم اللي بتتغزي عليه خلص بتكرر تخرج علشان تجيب دم غيره وقبل ما بتخرج بتحط كريم واقع من الشمس اللي هي بتنتجه بنفسها وبعدها بتروح لمحل اللحوم اللي جنب بيتها اللي بتكون شغالة فيه وبتديها طلبها المؤتاد دم حيوانات وقطع لحوم ولما بترجع البيت بتلاقي صاحبة البيت وهي اسمها كان غمول شو اللي بتحب تشتر المباني بتلاقيها زودة الايجار فبتكرر ران انها لازم تشتغل علشان تعرف تدفع الايجار فبتبدأ تعرض عن محل التجميل بتاعها وبتوزق اعلانات في الشوارع بخصومات عالية جدا وفجأة وهي مروحة بيعدي جنبها شاب وسيم بتشدها ريحته اللي بتكون شبه ريحة صديقتها تاني يوم بتكون قاعدة مستنية اي زبون يجي لها المحل وفجأة بتلاقي الشاب الوسيم ليسنيون داخل عليها محل التجميل وبيطلب منها انها تعمله مكياج عشان عنده مقابل التمثيل بتكون مش عارفة تسيطر على نفسها بسبب ريحته وبتخاف لحسن تمص دمه فبتفكر انها ترفض تعمله المكياج لكن بتغير رأيها لما بتبتكر ان عليها ايجار وانها معاهاش فلوس فبتضطر انها توافق وبتعمله المكياج اللي هيتناسب مع الدور اللي هيقدمه وبتدخل عليهم صاحبة البيت كان غمول شو وبتوعد تزعق فبتتقط ران انها جاي علشان الايجار لكن بتتفاجئ انها ام الشاب ليسنيون وبتحاول ران تفاهمها انه مجرد زبون عندها وانها كانت بتحاول تعمله مكياج علشان عنده تجربة التمثيل وده بيغيزها اكتر لانها رفضة ان ابنها يبقى ممثل اصلا وانه بعد ما درس في امريكا حاليا عاوز يبقى ممثل فبتزعق له لكن هو بيليقي نفسه ويتاخر عن تجربة التمثيل فبيهرب منها علشان يلحق معاده وبعدها بتقعد صاحبة البيت مع ران وبتطلب منها انها ما تعملش مكياج لابنها تاني لكن ران بترفض وبتقول لها انها محتاجة تشتغل علشان تدفع الايجار اللي عليها فبتعرض عليها عرض وبتقول لها ان كل مرة ابنها هيطلب منها تعمله مكياج وترفض هتخفض لها الايجار فبتوافق ران بعدها بتخرج ران علشان تعلق اعلانات لمحل التجميل بتاعها وبتقابل صديقتها لفتح محل اللحوم وبتكون قعدة زعلانة وبتشتكيها ان كان غمول شو صاحبة المحل زودت عليها هي كمان الايجار ولما بترجع ران البيت بتلاقي ليسينيون مستنيها وبيحكي لها عن تجربة الاداء وازاي ادت دور كويس وبيديها الفلوس بتاع المكياج اللي هي عملته وبتحاول هي تبعد عنه علشان ريحته وعلشان ما تمصش دمه وهو بيديها الفلوس بيكتشف ان ايديها سقعة فبيعرض عليها انهم يروحوا ياكلوا في مطعم وبتحاول ران تقول له انه مامته لو عارفت انه هو هنا هتتداق وانها مش عاوزة تعمله مكياج لكن هو مش بيسيب لها فرصة وبيفتكر انها معجبة بيه بس بتتهرب منه لكنها بتفهم انها مش معجبة بيه لكن ريحته بتفكرها بصديقتها وبعد كده بتحسه انه موجود عند ران في محل التجميل فبتفضل تخبط عليهم فبتاخد ران ابنها وبيستخبه في قضة سرية بتدخل لها من الدولاب وبعدها بتفتح الباب المفتاح وبتدور عليهم وطبعا ران بتكون خايفة ان صاحبة البيت تكتشف انها مالتزمتش بالاتفاق اللي بينهم وممكن تطردها وبتفتش المكان لحد ما بتزهق وبعد كده بتمشي وبعدها بتخرج من الدولاب وبتطلب منه يمشي وبتقول له لو مامتك عرفت بوجودك عندي هتترد من البيت بعدها بتكون ران قعدل وحدها وفاجأة بتلاقي قدامها وبيقول لها اخد الجوانتي ده علشان ايدك سقعة وبيشكرها على انها خبته من مامتهم بارح فبتقول له تعالى نخرج مع بعض فبيفرح وبيعتقد انهم هيخرجوا في مواد لكن ران بتاخده على المستشفى علشان تاخد منه دم علشان تشربه وبتقول للممرضة عاوزة تكلم معاك وبتطلب منها شوية من دمه فبترفض الممرضة وبيسمعها ليه سنيون وبيعتقد انها مريضة ومحتاجة نقل دم وبيقول لها انت شكلك مريضة انا شايفك شحبة وإيدك سقعة وبيكون خايف عليها علشان بيحبها وبيقول لها تعالى نروح للمستشفى وانا هدفع المصاريف وبعدها وهم راجعين البيت بيقول لها ليه سنيون انت مش مريضة صح فبتقول لها من المستحيل انها تمرض بعد جدا بتسأله عن اسم عيلته فبيقول لها اسم عيلة كانغ علشان يمثل وبيكون مرتبك وفجأة بتدخل ران وهو بيمثل وبيفرح جدا وبيبدأ يمثل بكل ثقة في الوقت ده بتستغل صاحبة البيت فرصة ان ران مش موجودة وبتدخل بيتها وبتفضل تفتش علشان تعرف السر اللي ران مخبيئة عنها وازاي هي محافظة على شكلها وبعد كده بتفتح الدولاب فبتلاقي نور جاي من وراء الدولاب وبتكتشف ان ران عاملة غرفة سحرية لها من غير محد يعرف وبعد كده بتخرج ران من المسرح وبتتكلم مع نفسها وبيخرج وراها ليه سنيون وبيقول لها انا حقق حلمي وهكون احسن ممثل في العالم بتبصله ران وبتسيبه وتمشي وبعدها بتستنتج ام ليه سنيون ان ران مصص الدماء لما بتشوف تلاجتها مليانة ازايز دم وانها بقالها سنين طويلة سكنة في البيت وشكلها ما تغيرش فبتحضر حاجات علشان تتخلص منها زي التوم والصليب بعدها بترجع ران البيت وبتتكلم مع ليه سنيون اللي بيكون هو كمان اكتشف انها مصص الدماء وانها بتبعد عنه علشان ما تقزهوش فبيطلب منها انها تحاوله مصص دماء زيها وهي علشان بتحبه وبتوافق وبعدها بتعضه بس لما بتلاقيه بتقلم بتخاف لحسن يموت زي صديقتها اللي لما جاءت تحولها لمصص الدماء ماتت فبتبعد عنه بس بتلاقيه فقد الوعي وبتحاول تنقذه وبتجري وهي شي لايه علشان تلحقه علشان ما يموتش بسببها وبتخرج الشمس وبتنسى تحط واقع للشمس وبشرتها بتتحرق من الشمس وبيفتح وبيبصلها وهي بتضحي بنفسها وبتحاول تنقذه وبتتحرق من الشمس وبتقع على الارض وبالصدفة صاحبتها اللي جاء غالة في محل اللي حم بتلاقيها يوقعها هي فبتطلب منها انها تحاول تنقذ علشان ما يموتش وفعلا بتاخده على المستشفى علشان تنقذه وبعدها بتكون الشمس حرقتها فبتفقد وعيها وبالصدفة صاحبة البيت بتشوف وهي واقع في الشارع بتشيلها وبتوديها على بيتها وبتحاول تنقذها لان وشها بيكون تحرق من الشمس وبعد كده بتلاقي الحرق اللي في وشها خف وبتلاقي وشها رجع زي الاول فبتخاف صاحبة البيت وبتحاول تمسك الصليب والسوم علشان تحمل نفسها منها فبتحس بيها وبتقول لها ان ولا حاجة ممكن تأثر فيها ولا الصليب ولا التوم فما تحاوليش وبتطلب منها انها تقعد هادية وانها مش هتقذيها وبعد كده بيخف بس بيفضل اثر للجرح اللي في رقابته وبيبقى مش عارف هل هو كده تحاول لمصص دماغ ولا لا وبيحاول يحط ايده في الشمس بس انا بيحصلوش حاجة فبيعرف انه ما تحاولش فبيروح لران محل التجميل بس هي مش بتكون موجودة وفجأة بيلاقيها قدامه بيبصلها ويتحك لها وهي بتعتذر له عن اللي حصل وبيسألها من امتى وهي مصص الدماغ بس هي مش بتبقى عايزة تقوله ان عندها خمسمائة سنة لكن هو بيصر انه يعرف سنها فبيقولها ان الفارق بينه وبينها يا دوب ربع 180 سنة وبيحاول يهزر معاها وبيقولها اقولك يا سيدتي ولا يا جدتي فبتقوله انها كان عندها 17 سنة لما تحاولت لمصص دماغ يعني انها لسه صغيرة في السن وهم بيتكلموا بتدخل عليها وام لي سنيون وبتقوله انت هنا تاني وبتطلب من ران انها تحاولها لمصص الدماغ علشان تفضل صغيرة في السن شبه ران وعلشان بشرتها تبقى زيها وعلشان تعيش طول عمره ما تموتش لكن ران بترفض بشدة وبيطلب لي سنيون من امه انها ما تطردهاش من البيت عشان مش هتعرف تعيش من غير بيت وبيدافع عنها وبيقول لي ران مفيش مشكلة انك مصص الدماغ بس ما تمشيش بتوعاده ران انها مش هتمشي وام لي سنيون بتطمنه وبتقوله انها مش هتطردها وبعد كده بتفكر لما شافتها وهي مغمى عليها بعد ما جابتها من الشارع ولما شافت بشرتها بترجع تاني لوحدها احسن من الاول فبتطلب منها تاني انها تحولها لمصص الدماغ وبتقول لها ران لو حاولتك لمصص الدماغ مش هتموتي وحتى لو حاولت تموتي نفسك مش هتعرفي فبتطلب منها انها تحولها وانها موافقة انها تعيش للابد وبتطلب منها انها تعضها وبتقول لها ران انها لو حاولتها لمصص الدماغ انها تقطع الايجار الى الابد عنها هي وصديقتها اللي فتح محل الجزارة فبتقول لها صاحبة البيت لا وبترجع تقول لها طيب الديني مهلى يوم افكر وبعد كده بياخد ليه سنيون امه للباب وبيقول لها انها تروح وتفكر في العرض وهو بيرجع يقعد مع فبتقول له انت بتبصلي ليه كده وبيقول لها انت بتحبيني صح؟ وبيسألها انت ممكن تأذي اللي بتحبيهم؟ فبتقول له لا طبعاً وبتقول له لما كنتش هأذيك بس هي رحتك بتفكرني بصديقتي وبتعترف له بحبها ليه وبتشكره انه ما مادش وبتقول له انها مصص الدماء عاشت في المكان ده 500 سنة بس لسه فيه امور كتيرة هنا هي مش عارفة عنها حاجة وبيخلص فيلمينا على انها بتحول صاحبة البيت وهي فرحانة انها بتجمع المباني وصداقتها صاحبة محل الجزارة انها فرحانة بالمحل وانها مش هتدفع ايجار تاني وليسونيون بيبقى ممثل مشهور وليه معجبات كتير بس رام بتكون غيران عليه وبتروح وتاخده من وسط المعجبات وبتقول له ممكن اعزمك على حاجة انا كلها وبيتحكوا وبيخلص الفيلم على كده يا اخي عن الزومبي ومصصين الدماء ارتبطوا وانت لسه بائس سنجل حزين بتتفرج علي وانا بلخص افلام في نص الليل في النهاية لا اعجبك فيلمي النهاردة ما تنساش اشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان لسه عندنا ملخصات نارية كتير هتنزل اشوفكم الحلقة الجاية سلام